نحن في منعطف جديد لأن إدارة بايدن توديعنا بشكل سيء جدا هذه الإدارة كانت سيئة بالنسبة للأحداث في الشرق ربا بالنسبة للشرق الأوسط أيضا والآن هذه القرارات كوضاع سيء للغاية فإذن التصعيد يأتي مو من روسيا روسيا لم تبادر بهذا الشيء أما أمريكا بدلت بهذا الشيء والرئيس الأوكراني زلانسكي هو طلب المزيد من المساعدات لأوكرانيا وهو تقدم بخطوة النصر مثل ما يتفضل ولكن هو لا يفهم حقيقة الحجم الروسي ولا يفهم حجم الترساني الروسية بما فيها الترساني النووية والآن حدث اختبار صاروخ جديد هذا خير دليل على أن روسيا متفوقة عسكريا وعلى الأرض أيضا روسيا تتقدم نعم ولكن أتحدث عن النووية والحديث عن تغيير العقيدة هذا أيضا سيكون منعطف جدي الآن لروسيا دكتورة إلينا الجميع يسأل هل روسيا ستلجى لاستخدام الإصلاح النووية التكتيكية ولكن بالفعل لا يوجد مجانين في القيادة الروسية وروسيا بتغيير أو تعديلات بعقدتها النووية أم ترسم خطوط حمراء من جديد لأن الغرب في السابق أو في الماضي القريب أيضا لم يحترم الخطوط الحمراء الموجودة فإذن هناك حاجة لإيصال فكرة لدول غربية أن روسيا جدية جدا وهي جدية ما أقرأه يقلقني كثيرا لأن أكثرية المحللين الغربيين يقولون أن رئيس بوتين لن يستجري أن يتخذ قرارات حاسمة ولكنه يتخذ قرارات حاسمة شكرا